إسرائيل في عهد رئيس الحكومة الأسبق الذي تم اختياله رابين سحاك رابين وقعت على اتفاقات أسلو في واشطن في 13 سبتمبر من عام 93 واعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية يعني الاعتراف بالقرار العربي بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكن لا حماس ولا الجهاد الإسلامي أعضاء في منظمة التحرير من ضمن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في القاهرة في الفترة من 2007 حتى 2021 في اتفاق البحث انضمام كل من حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية فدوت حضرتك التوحيد الصف الوطني الفلسطيني دوت شرط أساسي حضرتك لأي حديث لأي حديث عن إقامة حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر